عند السؤال كيف تبدو العودة إلى سوريا تأتي شهادات من على أرض الميدان بأنها أشبه بعودة إلى الموت لما ينتظر السوريين من اعتقال وتعذيب وإخفاء قسري من قبل نظام الأسد الأمر الذي أكدته مرارا وتكرارا تقارير لمنظمات حقوقية دولية بيد أن الإجابات عن السؤال نفسه قد تأتي مختلفة كليا تقول إن دمشق باتت آمنة لا بل تحسن الظروفها هذا في حال كان المجيب دولة أوروبية تدعى الدنمارك في مستجدات قضية ترحيل اللاجئين السوريين من الدنمارك قررت الحكومة هناك أن الأوضاع في دمشق قد تحسنت فما الذي يعنيه ذلك؟ يعني إجراءات تقضي بإلغاء تصاريح إقامة مئات اللاجئين السوريين أو رفض طلباتهم وهو ما يحصل بالفعل موقع ذا لوكال الدنماركي في المقابل أفاد أن المجلس الدنماركي لتعوني اللاجئين أبطل قرار دائرة الهجرة بحق نحو 71% من حالات إلغاء تصاريح الإقامة للاجئين السوريين خلال هذا العام فبين شهر كانون الثاني وأيار قام مجلس الاستئناف بإلغاء قرار الهجرة بحق 54 حالة من أصل 76 حالة ومنح التصاريح إقامة مستمرة للسوريين من جهته اعتبر رئيس مجلس الاستئناف الدنماركي إب هونس جارد تربجرج أن حالة من عدم اليقين باتت تسيطر على اللاجئين الذين وجدوا بشكل مفاجئ تصاريح إقامتهم قد ألغيت أو رفضات في حين أشار نائب مدير دائرة الهجرة هنريك توماسون أن تأخر لمدة ستة أشهر بين قرارات وكالة الهجرة ومجلس الاستئناف يمكن أن يعني توفر معلومات إضافية في الوقت الذي قد يتم فيه عكس القرارات الإجراءات المتعلقة بإلغاء التصاريح ودفع اللاجئين السوريين إلى المجهول اصطدمت بتقرير أصدرته دائرة الهجرة الدنماركية منذ أيام رصد فيه حجم الانتهاكات التي تعرض لها لاجئون سوريون عادوا إلى سوريا على يد أجهزة النظام الأسد خلال السنوات الخمس الماضية لافتاً إلى غياب المراقبة من قبل المنظمات الدولية لحالة العودة فهل ستوقف التقارير التوثيقية لمخاطر العودة مسعي بعض الدول لترحيل اللاجئين منها وإلى أي حد ستتبنى الدول الأوروبية معيار كوبينهاغين للأمان في دمشق والمدن السورية الأخرى